فهذا نجده مثلا في كلام الإمام سلام الله عليه ولذلك يقول وإن للعباس عند الله تعالى تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة جميع الشهداء يوم القيامة تدري معناه شنو يعني أخذ من آدم إلى يوم القيامة وينما أكو شهيد من شهداء الدين في سبيل الله في كل ديانة من الديانات السماوية الحق مع كل نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصية كل ذول الشهداء يغبطون أبا الفضل العباس على منزلته التي هو فيها هنا بعد الحقيقة أن لسان الإنسان يعجز عن بياني هذه الكلمة كل شهيد استشهد منذ أن خلق الله البشرية إلى يوم القيامة استثني المعصومين عليهم السلام ذول خارجين بالتخصص كل شهيد يغبطه بها جميع الشهداء العلماء هنا يقولون الشهداء جمع محلى بالألف واللام وهو يفيد العموم وكلمة جميع أيضا تفيد العموم فعموم فيه عموم يدل على استغراخ كل الأفراد طيب هؤلاء كلهم يغبطون العباس لما يرون من منزلة هناك بعد ونزعنا ما في قلوبهم من غل أو ما في صدورهم من غل بعد ما فيها حسد فالموجود شنو موجود غبطة يغبطه بها جميع الشهداء لأنه يشوفون منزلة أرفع منهم بكثير أرفع منهم بمراتب فرضوان الله وسلامه وكما في الزيارة سلام الله التام والطيبات الزاكيات الصالحات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم كنت مسلما للحسين هذه هم يحتاج لها حديث خاص هل مراتب هذه هل هي مترتبة واحدة وراء الأخرى على سبيل درجة بعد درجة أو لا كل واحدة في عرض الأخرى هل هي عمودية أو هي أفقية أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ هذه كلها صفات للإمام الحسين عليه السلام وقد صدقه فيها وسلم له فيها والتزم بكل أمر من أوامره صلوات الله وسلامه عليه